أصباح الخير أستاذ مرحبا بك معنا في حصة قهو جورنال أصباح الخير بلال وشكرا على هذه الدعوة وتحية لك ولمشاهدين الكرام أستاذ ما يحدث الآن في المملكة العربية السعودية ربما لأول مرة يحدث في دولة عربية نتكلم على الحجم أو المفاجأة التي حدثت بين قرارات الملك سلمان خلال 48 ساعة السابقة كذلك من مسهم هذا القرار القضايا التي تم فتحها خلال 48 ساعة الأخيرة إذا كانت أعطينا ربما قبل أن نسألوك قبل أن نحللوا الوضعية أعطينا نسي نحط المواطن في الصورة ماذا حدث في السعودية بسم الله الرحمن الرحيم الذي حدث في السعودية هو نقطة تحول كبرى في تاريخ المملكة العربية السعودية هو وصف بالزلزال ووصف بليلة السكاكين حيث قام الولي العهد أو من قبلها الملك سلمان بإيقاف مجموعة من المسؤولين والأمراء والوزراء والنواب باتهامهم حتى رجال أعمال ورجال أعمال على رأسهم لما نقول أمير الأمير على رأسهم الأمير طلال كل هؤلاء اتهموا بتهمة واحدة وهي الفساد واستعمال النفوذ وتبيض الأموال وتبيض الأموال وقبلهم بلال ربما قد ننسى وهو كانت في حملة في صفوف ما يسمى بالدعاة ورجال دين وعلى رأسهم سلمان العودة وهذا ربما حضر لهذه الليلة أو للساعات التي قلنا هي كانت 48 ساعة ولكن بلال كانت فيها أحدث كبيرة كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية على رأسها هذه الاعتقالات التي طالت هؤلاء المسؤولين وهؤلاء الأمراء وأعتقد أنها في تاريخ السعودية لم يحدث حدث بهذا النطاق وبهذا البعد الكبير الذي جعل كل السعوديين بالدرجة الأولى السعوديين والمراقبين والمحلل السياسيين السعوديين في حالة من الدهشة والتعجب والتوتر والقلق فيما هو آتي من الأيام القادمة نعم مستد إذا شفنا ربما الطريقة التي تتعاملت بها السعودية يعني عبر بيان صادر بيان مفاجأ يقول أنه تم إيقاف لأسباب الفلدية لا تشوفش بلي من حقه الملك سلمان كذلك أنه يشوف أنه هناك ربما إحنا كنا نتكلمه كنا كنا نتكلمه وهذا واحد ما يخفى أنه ربما أمراء الخليج ودول الخليج أولى يعطوا المثل في البدخ وفي صرف الأموال وفي ربما حتى البدخ في أوروبا صرف الأموال الملايال في أوروبا شراء الأندية في أوروبا أمور كثيرة كانت كلهم ما تشوفش بلي منطقي ما قام به الآن الملك سلمان والله من موقعي هذا أنه بالنسبة لي كمراكب لما يحدث داخل السعودية وأن نتيجة هذه القرارات هي يبدو شأنا في الأخير هو شأن سعودي هو القضاء السعودي وهي القرار السياسي السعودي هو الذي قرر أن يحدث هذه القرارات ولكن ارتدادات ما حدث في الداخل السعودية أن أكد لك أنه ستكون له انعكزات ليس فقط على المستوى الإقليمي العربي والخليجي بل على مستوى عالمي لأنه من بين الذين اعتقلوا شخصية أو ما يسمى بإمبراطور المال والإعلام في العالم مرضوخ العرب وهو الأمير طلال وليد بن طلال هذا الذي أعتقد أنه اليوم في أخبار على أن هناك تراجع في بعض أسعار البورصات لنتيجة لما يملك هذا الرجل من أسهم في بورصات عالمية وفي مؤسسات عالمية وهو صاحب شركة المملكة القابضة وهي شركة كبيرة داخل السعودية لها انعكاسات على الاقتصاد وعلى السوق المال السعودي أستاذ هل ظنوا في العلوم السياسية أنه قرار اللي تاخده الملك سلمان حتى المستشاريه ولا حتى ابن الولي العهد يعني ما كانش يشوف الارتدادات اللي رك تشوف فيها الآن ما شافش انعكاسات اللي رك تشوف فيها أنت الآن وليد هناك في الطب العربي القديم هناك ما يسمى أنا بلال وليد بطلال بلال 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 هناك الدواء بالكي وفي الطب الحديث الدواء بالصدمة وكلهما قد يأتي بنتيجة وفي بعض الأحيان قد يجعل المريض يغادر وينتقل إلى رحمة الله هذا الذي حدث هو الدواء بالصدمة لأنه لا يمكن أن نقلل من حجمها وخطورة القرارات نعم يملك كل الصلاحيات دستوريا وسياسيا ومن حيث ما هو موجود الملك وولي العهد حتى شعبويا يعني حتى الشعب هنا نجي بالفعل وهذا هو النقطة المهمة لما تلاحظ التغريدات وتشوف وسائل التواصل الاجتماعي هناك تفاعل سعودي من طرف المواطن السعودي على أن الذي حدث كان يجب أن يحدث من قبل ربما وصل متأخر لكن يوصل المتأخر أحسن أنه ما يوصلش نهائيا لكن أنا أعيد وأكرر على المملكة العربية السعود وهم يدركون أنت بلالك تقولي أنه ما كانوا شي يعرفوا صح هما كانوا يعرفين ولكن ما هي حدود تحكمهم في هذه القرارات وهل السيطرة على مؤسسات داخل السعودية ستجعلهم يتحكمون في زمام المبادرة أنا راح نسيين حلل وشارك حاب تقول أنت راح تقول أنه هناك ضغوط كذلك مورسة على السعودية من أجل اتخاذ هذه القرارات تقصد رئيس الأمريكي دونالد ترامب هو وزياراته وحتى في التغريدات ربما بعض أمراء الخليج أتكلم عن أمراء ربما في قطر أو عن السياسيين المدوينين يتكلموا على العلاقة التي بين ترامب والأمير الوليد بن طلال العلاقة التي كانت متغطرة وحتى ترامب كان غرد ضد الوليد بن طلال هل هذه الفرضية صحيحة بنسبة تكون ولو 50% وارد هذا الأمر لأنه لاحظ أن العلاقات الأمريكية توططت بشكل كبير بعد ما حدث الانتقال والإطاحة بالأمير نايف محمد بن نايف والإتيان بمحمد بن السلمان كولي عاد إذن عملية الانتقال داخل البيت السعودي والبيت الملكي لم ولن تكون هناك أبعاد أو استبعاد الدور الخارجي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية بلال تم توقيع مع السعودية سفقات مال أو سفقات في شراء أسلحة وشيء من هذا القبيل وصلت إلى 460 هذه علاقة بين دول يعني وش اللي يفرض أنه نسيني معك صفقة بمجرد من اللي رقبت الوليد بن طلال لا رقبت الشعف الأمير محمد بن نايف أصلا العلاقة ما بين الوليد بن طلال والرئيس ترامب كانت متوترة لأن الوليد بن طلال كان غرد عشية الانتقابات على أنه وصف دونالد ترامب بأنه عار على الولايات المتحدة الأمريكية نعم وحتى أنه ربما يقن دعم كلينطون إذن لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيفوت هذه الأمور بشكل اعتباطي أو بدون أن يحاسب الوليد ولكن لا يجب أننا نعطي أهمية كبيرة بشكل نجعل أن هذا القرار هو قرار مرهون بيد الولايات المتحدة الأمريكية لكن لا أنفي الضور الأمريكي لأنه بلال لا بد لك من حماية وضمانات على مستوى الخارج ربما أنت متحكم على المستوى الداخل على مستوى الخارج رح تكون فيه ارتدادات إذن أنت الضامن لك الواحد ونعرف العلاقات الاستراتيجية القوية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية لهذا أعتقد كان فيه ضوء أخضر من طرف الإدارة الأمريكية للسعي في هذه القرارات الخطيرة سيدنا نروحوا للجزء الثاني من الحصة ولكن ونتكلموا فيه على ربما الارتدادات اللي رح تتوقعها أن تتوقع في السعودية ورح تنسي ونفصلوا فيها ولكن بعد الفاصل عودة إليكم مشاهدين الكرام بدأ الفاصل عودة إليكم مشاهدين الكرام الجزء الثاني من هذه الحصة أستاذ قبل ما نتكلموا على الارتدادات اللي ربما رح تحدث في السعودية جراء القرارات الملك سلمان باعتقال الأمراء ورجال أعمال وزراء سابقين وحاليين نعودوا إلى قضية إطلاق صاروخ الباليستي من الحوتيين كيف شفت أنت استراتيجيا هذه العملية اللي قامت بها الحوتيين ضد السعودية معطى جديد لأنه لأمرة تصل هذه السواريخ الباليستية التي تقع تحت سيطرة الملك عمالك الحوتي ما يسمى بأنصار الله في اليمن والتي وصلت إلى غاية على عاصمة السعودية الرياض ومطار الرياض والذي تم إسقاطه من طرف منظومة الدفاع الساروخية الأمريكية الصنع وهذا أعتقد أنه سيفتح على مرحلة جديدة على أساس أنه أصبحت عواصم دول الخليج اللي هي تقع ضمن ميسمة بالتحالف العربي ضمن ثد ما يحدث في اليمن أنها في مرمى السواريخ طويلة المدى اللي وصلت إلى ألف كيلومتر إذن هذا الساروخ يحمل أكثر من دلالات سياسية وإستراتيجية الدلالات الإستراتيجية أن كل هذه المراهز والمواقع السعودية وفي دول أخرى قد تصل إليها هذه السواريخ المغز السياسي أن الأمر أصبح الآن حروب بالنيابة اليوم الساروخ هذا الذي تم إطلاق هو في الأصل إيراني وأن المنظومة الدفاعية التي أسقطت الساروخ هي أمريكية إذن هي حروب بالنيابة بمعنى أن أمريكا تأخذ حرب ضد إيران على أراضي عربية والسعودية تأخذ حرب مع اليمن ولكن ضد إيران لهذا أعتقد أن هذا الساروخ سيغير الكثير في الحرب خاصة في اليمن مع لاحظ البارح فقط خبر جده خطير وهو لما تضع السعودية ترسل 20 مليون دولار للقاء القبض أو إعطاء معلومات على عبد الملك الحوتي إذن وصلت السعودية إلى مرحلة مرحلة حساسة في حربها من اليمن وعلى أسس أنها حرب أو مأزق وقعت فيه السعودية وحتى دول التحالف العربي لأنه إلى غاية الآن لم نصل إلى نتيجة على أرض الواقع هناك استماتة من طرف ما يسمى عبد الملك الحوتي وجماعته وعلي عبد الله صالح ولم يتحقق الكثير على أرض الواقع إذن في الأخير بلال الذي نرجع له وهو أن هذه الأزمات وهذه الحروب كانوا لابد أننا نستمع إلى صوت العقل وهو حل هذه الأمور عن طريق التفاوض والحل وأن الحل العسكري اللي هو الموقف تعالي الجزائر في كل الأزمات على أنه يجب أن تحل بالطرق السياسية لأن الحل العسكري لن يصل إلى نتيجة نعم نذهب الآن إلى الارتدادات التي توقعها تحدد الآن في سعودية بعد سلسلة الاعتقالات لاتقامة بها السيد الملك سلمان أولا ارتدادات على المستوى الاقتصادي والمالي سوق المال سيتضرر بشكل كبير لأن هؤلاء يملكون مؤسسات وبنوك حتى أنه تقول لها هل نحن في الجزائر ممكن أن تكون عندنا ارتدادات نعم عندنا لأنه من بين الذين اعتقلوا يملك بنك البركة الإسلامي هو عنده فروع أسألت على هذا الأمر عنده أسهم في بنك البركة والبنك البحريني نعم نعم إذن لاحظ كيف لما لا صالح محمد صالح صحيح إذن الأمور متداخلة إذن ارتدادات على المستوى الاقتصادي والمالي داخل السعودية لأن هؤلاء يملكون أموال كبيرة كبيرة جدا على المستوى السياسي أكيد سيكون فيه حراق سياسي وهناك مطالب على الأقل ستخاذ هذه الحرب بلال على المواقع التواصل الاجتماعي لأنها هي الفضاء الكبير وغير قابل للتقييد أو للمراقبة نعم وهنا نرى أنه ستكون فيه يعني تجاذبات سياسية وأعتقد أنه الأيام القادمة إذا لم يكن هناك تحول أو تسوية أو تسوية فأعتقد أنه بهذا يكون قد الملك سلمان وولي عهده قد تحكموا في زمام السلطة في السعودية بشكل كبير وكبير جدا ومن تمات نقل الحكم وهذا وارد وهذا من بين السيناريوهات على أنه سيتم نقل وهو مقال نظر في صحيفة لومون على أنه كل الذي حدث هو التمهيد للانتقال أو نقل السلطة من الملك سلمان إلى ولي عهده محمد بن سلمان دمناه كل خير لأشيقائنا السعودية لأشيقائنا في دول العربية فقط أنه ما زلنا سجين أنه كل أمريكا أو كل دول تقود الحروب في بلدنا أو في دولنا وبإسمنا وأدواتنا وبيدينا وبسلحنا وبولدنا هذه من سادات جدنا تحدث عنها وهذا تحمل أنا مسؤولية ما أقول شكرا لك أستاذ على هذه التفاصيل التي أعطيتهم نهات صباحة نستضفك في مناسبات أخرى إن شاء الله تكون نتكلم عن السياسة الداخلية في الجزائر لأنني أحب كثير أن نتكلم عن الخطابات السياسية سيكوننا إن شاء الله فرصة وحصة ربما نتكلم عن الخطاب السياسي تاع بابا نوال كما أسماه الوزير الأول أحمد ويحيا وهو منح الهدايا لمسؤولين حتى مير مرشح للبلدية ما عنده حتى صلاحيات يوعدك أنه راح يمد لك سكنات ويمد لك يفتح لك طرقات يا أخي على كلين أستاذ شكرا لك شكرا لك أستضيفكم مرة أخرى إن شاء الله شكرا وشاهدنا الكرام في الأخير ما بقى لي لا نقولكم مدام الله وعزها الجزائر حافظ أمنها وسترى شعبها إلى الغد إن شاء الله شكرا لك